بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الثالث المتوسط في درس جديد من دروس مادة الرياضيات والذي يبث عبر فضائية العراق التربوية درسنا اليوم هو حل أسئلة الإختبار الأسبوعي والذي سوف يكون من الفصل الأول ترتيب العمليات في الأعداد الحقيقية والتطبيقات نعم أحبتي السؤال الأول بسط الجملة العددية هذا السؤال هو من أسئلة تأكد من فهمك السؤال الرابع السؤال يقول أربعة جذر اثناش مقسوماً على خمسة فيها جذر التكعيبي للعدد سالب 27 تحت الجذر تقسيم 2 جذر 24 على جذر 8 قبل البدء بحل هذا السؤال يجب أن نقوم بتحليل الأعداد التي تكون تحت الجذر التربيعي عند تحليل الأعداد تحت الجذر التربيعي الأربعة عدد ثابت سوف نقوم بتحليل الأعداد 12 إلى عدد مربع كامل وهو الأربعة والعدد 3 الخمسة ثابت يبقى خارج الجذر والجذر التكعيبي لسالب 27 هو سالب 3 سوف يكون الجذر التكعيبي للعدد سالب 27 سالب 3 لأنه سالب 27 دليل الجذر هنا لدينا فردي وأما إذا كان عزيز الطالب دليل الجذر زوجي فلا يمكن أن يكون داخل الجذر التربيعي هو عدد سالب نعم أحبتي بعدها نقوم بقلب عملية القسمة إلى ضرب وقلب المقام الآخر وتحليله لهو جذر ثمانية سوف يكون أربعة في اثنين بعدها نقوم بكتابة الجذر التربيعي للعدد 24 بصيغة أربعة في ستة الآن هناك أعداد تخرج من الجذر التربيعي اللي هي أربعة نعم أحبتي نقوم الآن بتوزيع الجذر للجزء الأول على الأعداد 5 في سالب 3 هو سالب 15 نعم أحبتي الآن سوف نقوم بتجزئة الجذور للعدد الأول حسب الخاصية جذر A في B يكون جذر A في جذر B والآن اثنين جذر أربعة جذر ستة الآن بالخطوة اللي بعدها سوف نستخرج الأربعة من الجذر التربيعي والتي سوف تكون أربعة أربعة في أثنين جذر ثلاثة السالب 15 هو عدد ثابت في الأربعة تطلع من الجذر أثنين جذر أثنين وهنا الأربعة أيضا تخرج من الجذر أثنين جذر الأربعة هو أثنين جذر ستة ممكن تجزئة جذر ثلاثة وجذر أثنين لكي تسهل عملية الإختصار من وصلنا بهذه الحالة بحل السؤال الآن نقوم بالاختصار بين البسط والمقام ولا يمكن الاختصار بين بسط وبسط وبمقام ومقام نعم أحبتي الآن سوف أنا أقوم بإجراء عملية الإختصار اللي هي ثنين وهي هاي الاثنين وهي الاثنين وهي هاي الاثنين وجذر ثنين وهي جذر ثلاثة وهي جذر ثلاثة الآن سوف نستخدم القلم الثابت اللي هو جذر ثلاثة بس خلن نغير اللون نعم أحبتي نعم قبل الاختصار هنا لدينا جذر ثلاثة بالاختصار راح نغير اللون حتى يبين للطالب جذر ثلاثة وهي جذر ثلاثة جذر ثلاثة وهي جذر ثلاثة والاثنين وهي الاثنين والاثنين هنا بالمقام وهي الاثنين بالبسط سوف يكون لدينا السؤال بالصيغة الآتية اللي هو أربعة ما تبقى من الكسر الأول مقسوما على سالب الخمسطعش والكسر الثاني مضروبا في واحد ويساوي ساعة أربعة على سالب الخمسطعش وبإمكانك عزيزي الطالب السالب ممكن أن يكون بالبسط وممكن أن يكون بالمقام وممكن أن يكون بالوسط كل الحل يكون نفس الناتج أمام خطة الكسر نعم أحبتي بعد الانتهاء من حل السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني والذي هو من فقر التحدي من فقر التحدي لدينا سبعة أس واحد على ثلاثة مطروحا منه خمسة أس واحد على ثلاثة هنا لدينا مقدارين جبريين مقدار جبري يحتوي على حدين ومقدار جبري يحتوي على ثلاثة حدود هنا بالسؤال طالب طالب اثبت صحة ما يأتي من يطلب من عدي بالسؤال اثبت صحة ما يأتي رح أخذ طرف وأبدأ أحل بي لازم الناتج يساوي للطرف الثاني فدائما من نبدي بالطرف الايسر اللي نقول LHS LHS إش راح نسوي هنا سوف نقوم بتوزيع الحد الأول من القوس الأول على الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث وبعدها نقوم بتوزيع الحد الثاني على الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث وقبل البدء بعملية الضرب يجب أن نضع الإشارات لكل عدد بدون إشارة ومثل ما تعلمنا بدراسات سابقة كل عدد بدون إشارة فهو موجب فهنا السبعة بدون إشارة إشارة موجب هنا أيضا عندي موجب وهنا بقية الحدود موجبة فالآن من راح أضرب سبعة أس واحد على ثلاثة مضروبا بسبعة أس اثنيا على ثلاثة الإشارة موجبة زائد زائد راح أخلي القوس الثاني راح أضرب الأول بالحد الثاني اللي راح يكون راح أخليه بقلم مغاير اللي هو سبعة أس واحد على ثلاثة مضروبا بسبعة أس واحد على ثلاثة ومضروبا أيضا بخمسة أس واحد على ثلاثة هذا ضربنا الحد الأول بالحد الثاني الآن الحد الأخير راح يكون أيضا بلون مغاير راح يكون سبعة أس واحد على ثلاثة راح يكون مضروبا بخمسة أس اثنيا على ثلاثة هذا بالنسبة بحاصل ضرب الحد الأول بالقوس الثاني الآن راح نكون نضرب الحد الثاني بالحد أل بالقوس الثاني راح نغير اللون حتى يكون عدنا تغيير راح يكون خمسة أس واحد على ثلاثة مضروبا بسبعة أس اثنيا على ثلاثة وهنا عدنا قوس كبير بعدين عدنا الخمسة أس واحد على ثلاثة مضروبا بسبعة أس واحد على نعم أحبتي الآن الخمسة أس واحد على ثلاثة مضروبا بسبعة أس اثنين على ثلاثة ضربناها بعدين الحد الثاني راح يكون سبعة أس واحد على ثلاثة وخمسة أس واحد على ثلاثة الآن الحد الأخير راح يكون عندي زائد خمسة أس واحد على ثلاثة مضروبا بخمسة أس اثنين على ثلاثة وأيضا راح نسد القوس الخطوة اللي بعدها راح نبسط سبعة أس واحد على ثلاثة مضروبا بسبعة أس اثنين على ثلاثة مثل ما تعلمت عزيز الطالب في دراستك السابقة أنه عند الضرب تجمع الأسس بس فقط للأساسات المتشابهة فراح يكون عندي سبعة أس واحد على ثلاثة مضروبا بسبعة أس اثنين على ثلاثة راح يكون الناتج سبعة أس ثلاثة على ثلاثة زائد سبعة أس واحد على ثلاثة أيضا مضروبا في سبعة أس واحد على ثلاثة راح يكون الناتج أدي سبعة أس اثنين على ثلاثة مضروبا في خمسة أس واحد على ثلاثة لأن الأساسات مختلفة فيمكن أن يكون لدينا الخمسة على جهة بعدها راح يكون عدي الحد الأخير أيضا سبعة أس واحد على ثلاثة مضروبا في خمسة أس اثنين على الثلاثة بعدها راح ندخل الإشارة السالبة على القوس الثاني الآن راح ندخل الإشارة السالبة على القوس الثاني وبنفس الوقت راح نجري عملية الضرب للأساسات المتساوية وراح يكون عندي ناقص خمسة أس واحد على ثلاثة مضروبا في سبعة أس اثنين على ثلاثة وبعدين راح يكون عندي سالب خمسة أس واحد على ثلاثة وهنانا عندي خمسة أس واحد على ثلاثة راح يكون عندي ناتج خمسة أس اثنين على ثلاثة مضروبا في سبعة أس واحد على ثلاثة الحد الأخير راح يكون عندي خمسة أس واحد على ثلاثة مضروبا في خمسة على ثلاثة مثل ما تعلمنا عنده ضرب تجمع الأسس راح يكون عندي خمسة أس ثلاثة على ثلاثة هذا القوس الثاني أصبحت إشارة سالبة للحدود الثلاثة لأنه قمنا بإدخال الإشارة السالبة على الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث الآن سوف نجري عملية الإختصار إن وجدت عدنا سبعة أس ثلاثة على ثلاثة مضروبا في خمسة أس ثلاثة على ثلاثة راح يكون الإختصار ويا من وهنا نهاي وياهاي النظير الجمعي ما لته وأيضا عدنا هنا وهنا تختصر الناتج النهائي راح يكون عندي سبعة أس الثلاثة وإلى الثلاثة أكو اختصار راح يكون الناتج عدي سبعة والثلاثة على ثلاثة عندي اختصار راح يكون ناقص خمسة ويساوي اثنين عدنا تمام فهي تحالة بديت بالطرف الايسر اللي هو LHS ومن حليته وبسطت حصلت على الطرف الايمن فاذا المتطابقة مالتي صحيحة ويساوي RHS واللي يساوي الطرف الايمن ننتقل للسؤال اللي بعده من سؤال التطبيقات التطبيقات عندنا هذا السؤال يقول لي يكون التطبيقان ال F من Z الى Z يعني Z المجال والZ الاخرى هي المجال المقابل حيث F للX تساوي 3X زائد 1 هذه هي قاعدة الاقتران اللي راح ابدي بيها وعند لدينا تطبيق اخر اللي هو G ايضا من Z الى Z حيث وG للX هي 2X زائد 5 المطلوب من عدي بالسؤال يقول جد قيمة X اذا علمت ان F تركيب G للX يساوي 28 بعض الامثلة يضطي قيمة X والمطلوب من عدنا ايجاد F تركيب G لهاي القيمة المضبوطة نعم نعم احبتي في بعض الاحيان يعطي قيمة X والمطلوب في السؤال ايجاد القيمة ما بعد اليساوي اما في هذا السؤال واللي يتكرر عدة مرات في الامتحان الوزاري اعطاني القيمة والمطلوب من عدي هو ايجاد قيمة هاي الـ X فبكل الاحوال احنا نبدي بالحل F تركيب G للـ X يساوي هاي الـ 28 ما اجي اكتبها هنا راح ابدي احل F تركيب G مثل ما تعلمنا انه الـ F البعيدة تطلع خارج قوس والـ G سوف تدخل على هذه الـ X سوف يكون لديناها G للـ X هنا بعد ما طبقنا قاعدة التركيب سوف نقوم بتطبيق قاعدة الاختران الخاصة بيجي للـ X واللي تساوي لي 2X زائد 5 الـ F سوف تكون ثابتة 2X زائد 5 الآن عزيزي الطالب هاي الـ 2X زائد 5 أصبحت كإنما X للدالة F فسوف نقوم بتطبيق قاعدة اختران F اللي هي تقول 3 راح نكتب 2X زائد 5 وبعدها راح نقول هي مضروبة في 3 ونزيد هنا هنا 1 هاي الـ X اللي طلعت لي هي هاي الـ 2X زائد 1 كتبتها كما هي وبعدين ضربتها بهذه الـ 3 وزيدت عليها 1 الآن عزيزي الطالب سوف نقوم بإدخال الـ 3 نضربها بالحد الأول وبعدين نضربها بالحد الثاني وراح يكون عدي الناتج 6X زائد 15 زائد 1 سوف يكون الناتج 6X زائد 16 من وصلت الهاية الخطوة سوف نقوم بتعويض قيمة F تركيب G هذا كله اللي عندي هو F تركيب G من وصلت الهاية الخطوة سوف نقوم برفع F تركيب G ونحوض ما يساويها اللي هي 28 28 28 يساوي 6X زائد 16 نقوم الآن بأخذ النظير الجمعي للعدد 16 اللي هو راح يكون لي سالب 16 واللي راح يكون 28 ناقص 16 يساوي 6X الإشارات مختلفة الإشارة للعدد الكبير اللي هو راح يكون موجب 12 يساوي 6X بالقسمة على معامل X اللي هو 6 راح تكون 6X تقسيم 6 تساوي 12 على 6 وبالاختصار سوف يكون لدينا الـ 6 و 6 تختصر الـ 12 و 6 تختصر الناتج النهائي X تساوي 2 وبإمكانك عزيز الطالب إنه تعوض قيمة X اللي ظهرت عدنا بالسؤال نعوضها إهنانا ونحل كأنما تركيب جديد وبإمكانك الحصول على 28 ننتقل للسؤال اللي بعده هنا أنا مضطيني السؤال الرابع إذا كانت الـ F من Z إلى Z حيث F للـ X تساوي 2X تربيع ناقص 3 هاي قاعدة الاختران بيّن نوع التطبيق حيث Z مجموعة الأعداد الصحيحة إذا كان المطلوب في السؤال هو أبين نوع التطبيق لازم أبين أنه التطبيق شامل والتطبيق متباين والتطبيق تقابل إشلون أبين شامل أو متباين كل وحدة اللي بيها قاعدة يكون التطبيق شامل إذا كان المدى يساوي المجال المقابل ويكون التطبيق متباين إذا أخذنا أي صورتين في المجال لازم تكون مختلفتين في المجال لازم تكون لدينا صور مختلفة في المجال المقابل إذا ظهر عد التطبيق شامل ومتباين بالتالي يكون التطبيق تقابل أما إذا أنت في أحد هذه الشروط فيكون التطبيق غير تقابل زينان شو رح أبحث التطبيق متباين وشو رح أبحث التطبيق تقابل وهو مطيني بالسؤال المجموعة المجال المالتي هو Z والمجال المقابل المالتي أيضا Z مجموعة غير منتهية الآن سوف نقوم بأخذ عناصر اختيارية من المجموعة Z اللي هي سالب 2 وسالب 1 والصفر والواحد والثنين ونقوم بتطبيقها في قاعدة الاختران لنحصل على الصور وبعدها نقوم بالمقارنة مثل ما تعلمنا أول خطوة رح نسويها نكتب قاعدة الاختران F للأكس تساوي 2x تربيع ناقص 3 هنا أنا رح أختار العناصر الاختيارية مالتي اللي هي سالب 2 والسالب 1 والصفر والواحد والاثنين الآن إذا طبقت F للسالب 2 رح أرفع X تربيع أخلي مكانها سالب 2 تربيع ناقص 3 فسالب 2 تربيع كل عدد داخل سالب مرفوع للزوجي يكون موجب فسالب 2 تربيع 4 مضروف فيه 2 8 ناقص 3 رح تظهر عدي صورة السالب 2 تساوي 5 وبنفس الطريقة رح أحصل على صورة السالب 1 اللي تساوي 2 في سالب 1 تربيع منقوصا منه 3 مثل ما تعلمنا كل سالب مرفوع للزوجي يكون موجب مضروف فيه 2 رح يكون 2 ناقص 3 الإشارات مختلفة سوف تكون الإشارة للعدد الأكبر سالب والعملية طرح اللي هو 1 وبنفس الطريقة رح ناخذ صورة الصفر واللي رح تكون 2 فيه 0 تربيع ناقص 3 وصفر مرفوع لأي كمية هو صفر وكذلك صفر في أي كمية أيضا صفر ناقص 3 رح تظهر عندي صورة الصفر تساوي سالب 3 بعد ذلك رح ناخذ صورة الواحد والثنين صورة الواحد رح أصير 2 فيه 1 تربيع ناقص 3 وتساوي 2 فيه 1 2 ناقص 3 وبالتالي تساوي لي سالب 1 وبعد ذلك رح ناخذ صورة الاثنين أفل للاثنين رح أصير أيضا 2 فيه 2 تربيع ناقص 3 2 تربيع أربعة ومضروبة فيه 2 ثمانية ناقص 3 تساوي 5 الآن عزيز الطالب العناصر اللي أخذتها هي سالب 2 وسالب 1 وصفر والواحد والثنين ظهرت عدي الصور اللي هي 5 وسالب 1 وسالب 3 وكذلك عندي السالب 1 وسالب 3 وكذلك سالب 1 وسالب 3 والخمسة رح نشيك إنه التطبيق متباين أخذت عنصرين مختلفين اللي هو السالب 2 والاثنين عنصرين مختلفين لكن بالصور ظهر لي ظهر لي إنه صورة السالب 2 هي خمسة وكذلك صورة الاثنين أيضا خمسة فبالتالي يكون التطبيق غير متباين لأن أخذت عنصرين مختلفة طلعت الصور متشابهة أو متساوية فبالتالي أولا التطبيق غير شامل لأن المدى لأن المدى لا يساوي المجال المقابل وكذلك التطبيق التطبيق غير متباين لأن الاثنين لا يساوي صالب اثنين ولكن 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 اثنين لا يساوي صالب اثنين ولكن F للصالب اثنين F للاثنين تساوي F للصالب اثنين وبالتالي يكون التطبيق غير متباين بالنسبة أو حسب التعريف الموجود بالكتاب لكل X1 هنانا راح ندخل التعريف اللي عندنا بالكتاب يقول لكل X1 أو X2 بحيث X1 لا يساوي X2 يجب أن يكون لدينا F للX1 لا يساوي F للX2 وبالتالي التطبيق غير متباين لأن ظهرت عندنا احنا صورة الثنين تساوي صورة السالب الثنين وبن ظهر عندنا التطبيق غير شامل لأن المدى لا يساوي المجال المقابل نقدر نكتب هنا المدى اللي هو ظهر عدي ظهر عدي المدى خمسة سالب واحد سالب ثلاثة خمسة سالب واحد سالب ثلاثة لا يساوي مجموعة الاعداد الصحيحة اللي هي Z فبالتالي التطبيق غير تقابل تطبيق غير تقابل نعم أحبتي إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم عام دراسي سعيد ومكلل بالنجاح إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر